السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بعمل على منتج جديد والذي هو سب 660 لعينيما الباور اللي نشرحكم اليوم ليش هو عبارة عن شي خارق. اول حاجة الباور هذا يتوافق مع الاتي بلوس وايت اللي يعني يعطيك كفاءة خمسة وثمانين في المية او حتى اكتر. بهي. الباور هذا حاجة مهمة جدا ان معي يجيه ضمان ثلاثة سنين على الباور نفسه وثلاثة سنين عليه اي تجميع بتركبها فيه. يعني اي حاجة بتركبها في الباور هذه كرت شاشة معالج لوحة لو انها صار لها السبب وكشف عليها فانيين بقون اطلب سبب الباور حتحصل تعويض نفس المنتج اللي راح منك. اه حاجة مهمة انها مكونات تايوانية لداخل كوابل طويلة وفي من اهم ميزة واهم شي في الباورات اللي هي الاكتف باور باكتر كوريكشن اللي هي تخلي الامبوت او اللي هو المدخل متاعه للطاقة نفسه المخرج بالامبير. الفوتيرة متتغير بيتغير مع الامبير فامرات جهاز يتطالب الكرت مثلا والمكونات طالبين مثلا زوز 3 امبير في 12 فولت او اكتر اه يتغير الفولتية من المدخل اللي هو الفولتية من ضي متاعه واشكي بعدها شني هيتتغير الفولتية من المخرج ووقتها هيتغير الامبير فمعناها الكرت طالب اثنين ثلاثة امبير ولا اللي هو يبدي يجي اربعة او مرات خمسة ومرات اقل الشي هذا بيضر بكفاءة الجهاز وبيضر بالعمر الافتراضي متاعه قطع او مرات حتى بعضها يتلف بهل. وعندك الفولتية اللي هي تحمل من مية لا متين وثلاثة وستين فولت اي سي. يعني هذي حتى اللامبة تضعف اللامبة وان بعض الناس ضي عندهم سيد من مليون اللامبة تضعف هلبة ووقتها الجهاز اغلب الحال لو عندها جهاز حينطفى الجهاز فجأة ينطفى ويقوم باسترات لكن مع بدن الله الباور اس بيس 160 مستحيل يصير الشي هذا. وخلي توا نديروا الامبوكسنج خلي بنوري نجيب الحاجة المليحة ايه. هاي نديروا الامبوكسنج. اغرب طريقة امبوكسنج امرك تشوفها في حياتك. هاي تكرشين بتاع نيل. بحيو. وهو الباور من الدخل. البوكس بسيط جدا فيه الخيط متاع الضي. حاجة غليظة. مش حاجة مشي حالك. وصلتنا احنا هاي شور اللي بين هادي الوصلة بتاعنا هادي الايو هي اوروبية. شغالة امور طيبة. الباور بحد ذاته. في حاجة حاجة تانية من المؤصفات احنا مذكرناه ومش المؤصفات المذكورة هنا. اللي هي ان الخامة متاعها حاجة ممتازة. والمتيريا متاع المروحة نفسها مية عشرين طبعا اه ملي متر المروحة للمليون. مستحيلة تسمع لحظ حتى لما يبدأ الباور على الفول لود. حتبدأ المروحة هادي اقل حاجة تطلع صوت من المكونات متاع الجهاز بتاعك. الشيل متاعها اللي هي الشيل يعني الكبر الخارجي. عدت شكلها فيه بطمة بطمة في هني الفولتين مكتوبة. هني شارت باور. شارت مخصص فيه اكتر من حاجة. فيه الخمسة فولت. وفيه ثلاثة فاصل ثلاثة فولت. وفيه اتناشة فولت. اتناشة فولت هادي مختصة بالمكونات الاسسية كلها تقريبا. الهاردسكات المراوحة كروت الشاشة المعالج اللوحة كل شي يحتاج الى اتناشة فولت. حاجة هذا اسسية. يقعد الخمسة فولت هادي مختص باليو سبي وبعض مخرج موجودة من اللوحة زي اي حاجة بتوصلها باللوحة مثلا الشاشة يو سبي مدخل صوت سبي كرات سماعات هذا يعطيهم الخمسة فولت وثلاثة فاصل ثلاثة فولت مخصصة للسيجنال اشارة اي امر بيطلع او بيمشي من الباور لللوحة من اللوحة الباور من اللوحة للكرت لأي حاجة تانية هادي مختص بها الثلاثة فاصل ثلاثة فولت فهذا يعطيك على ثلاثة فاصل ثلاثة فولت عشرين امبير ممتاز جدا الخمسة فولت عشرين امبير تعلق يوسبيات قد ما تبقي ومستحيلة حتى تجيك مشكلة متاع انه لما تعلق هالبي يوسبيات في الجهاز بعضهم يبني معاش يتعرف وعندك الاثناش الفولت في اربعين امبير اللي هم اربعمية وثنانين وات يعطيهم مصافيات هذا الباور ريتد خمسمية وخمسين وات والماكسيما متاعه ستمية وخمسين وات في الريتنج متاعه يعني هذا لنفرض انك انت مركب ثلاثة سبعين تي اي اه تقريبا هذا ياخد في تلتمية وات معه مثلا رايزن خمسة وستمية اكس مدير لك السرعة هادو ميت وات هيك يبدو اربعمية مع الهاردسكات والحاجات هذي كلهم قول ثلاثة وات اربعين وات مع التبريد وكل شيء يعني يقعدوا هادو يفضل كلهم كلهم مع بعضهم اربعمية وخمسين وات مازال عندك ثلاثة وات وهذا يقدر يتحمل اربعمية وثمانين وات شغل على الدوام بفضل المكونات الداخل التايوانية حاجات بإذن الله خامة وممتازة جدا بقى خلنا نتطرق تول الكوابل واللي هي حاجة مهمة جدا بنسبة الناس اللي تركبوا اللي عنده تجميعات يعني تبقي تجميع تقنينا من الله خير وفي بعض المشاكل من بعض البورات مرات اصلا الكابل ما يوصلش ما يوصلش حتى نهاية عندك الكوابل هذا متاع كرت الشاشة هذا مع بعضها هكي خوء من هني لهني تلاتة وستين وخمسة وستين سانتي اهم شيء واكتر حاجة لذرها الكبد اللي هي الخيط متاع السي بي يو اللي يركب في المدربورد من فوق وهذه هالبناس اللي ضايق فيهم بعض البورات اللي هي إنه ما يوصلش للنهاية بوقت يعني يبدأ واخد كوربة باش يقدر يوصل في اللوحة لكن هذي حتى لو كان الكيس متاعك حاجة فول تاور هيكون طويل كفاية هذي تقريبا تنين وسبعين سانتي ومازال في الدفعة في الفترة الجاية إن شاء الله للايام القادمة بنوفره وصلة خاصة بالسبلتر هذي مجانية بتجي معاه اللي هي تعطيك من تمانية تعطيك زوز تمانيات اليوم ما ستاش 16 بن للوحات القوية هذا الخيط متاع المدربورد الاربع واشرين بن طولة حتى هو حوالي ستين سانتي تنين وستين سانتي أظن يكافي أكتر مللزوم حتى لو كان عندك فول تاور حيركب كل أرياحية ويخش على الدكتر متاعه وهنا عندك وصلتين ساتا وساتا ومولكس أربع بن وهنا عندك حتى هي نفس الشي ساتا وساتا تستينج جربناها ثلاثين سابعين ثلاثين ستينتي آي قدرناها سترسينج العالمية في المية سي بيو جي بيو والرام كل شي خليناه يصرف مية في المية فاشتغل بكل أرياحية سترس تستينج تال سي بيو جي بيو والرام والكيش والاف بيو كل شي شغلناه واستهلك كل الطاقة اللي يقدرها ومع ذلك هذا كان شغال المرة طيبة فبالسعر زي هذا اللي هو حاليا مباع بميتين وخمسة وعشرين دينار مستحيلة في حياتك أبدا هتلقى نفس المواصفات هذه موجودة ليش لأن في باورات يصلوا حتى الاتنتمية أول حاجة ما فيه مش لأكسل باور فاكتور كليكشن هو شي مهم جدا لحماية الباور أصلا نفسها ويعطيها عمر طويب وفي الفولتية يعني هل بتلقى يتحمل من ميتين للميتين واربعين وحنا في ليبيا الوضع عمنا سيء جدا يعني أغلب أغلب الأماكن ينزل تحت الميتين هذا أغلب أغلب المناطق في ليبيا الفولتية تنزل تحت الميتين وتركب فوق الميتين واربعين فالباور تشاو عليه وزيد فوقها لو إنما كانش فيه سبل الحماية اللي هي هذا فيه اوبن سيركت بروتكشن اللي هي حماية دايرة المفتوحة والاوفر فولتيج بروتكشن والاوفر باور بروتكشن هذي لو إنها مش موجودة أصلا في الباور الأضاكة معناها تصيلك مشاكل حتى في تجميع تكن مش في الباور بس تاني حاجة الابتف باور فاكتور كريكشن اللي حكينا عليها دي يضمن عمر طويل الباور عمر طويل الأجهزة متاعك يعني معاش مجهاش إلا الباور الصافي اللي هي تحتاجها بالظبط وطالباتها مجهاش باور أكتر من لزوم ومجهاش باور أقل من لزوم طول متاعهم ممتاز والخامة متاعهم ممتاز في حجم هما في بعض الباورات تلقى طول الكابل قصير مش بالقصد ديره فيه قصير لكن كل ما زاد طول الكابل كل ما نقصت الافيشنسي اللي هي الكفاءة اللي هي تو هذا الافيشنسي متاع خمسة اتمنين في المية يقابل يعني يوافق مع معايير الامريكية حتى على الفول لوت متاع الايتي بلوس وايت فا حتى حتى هو الكواب الطويلة لأن الكواب الطويلة تزيد في المقاومة وتنقص شني في الافيشنسي فرغم هذا كل لو ما زالت متوافق وهتعطيك افيشنسي عالية جدا وهذا كان كل شيء بقصوص باور شكرا لكم والحسن اتبعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته